الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة ولا حيز له سبحانه سبحانه جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك كان الله لا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضرب لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن القعود وعن الجلوس وعن الحركة والسكون وعن الاتصال وعن الانفصال سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا من حن الجذع اليبيس إليك الصلاة والسلام عليك يا من شق لإشارتك القمر وسلم عليك الحجر والشجر الصلاة والسلام عليك يا من قال لك أبو هريرة يوما يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزاء المشاهدين يطيب لنا الحديث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم في هذا الإسبوع سيوافين يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى ذكرى عظيمة ألا وهي ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الذي بعثه ربه رحمة للعالمين فقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الذي خاطبه ربه بقوله وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النعمة العظمى الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه الذي كان رحمة رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم فهذا النبي الكريم يعني يطيب لنا أن نحتفل بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم وليعلم أيها الأحبة أن الاحتفاء والاحتفال بذكرى ولادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قربة عظيمة وعمل مشروع يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ليس بدعة ضلالة كما يدعي بعض الناس ولهذا الموضوع لبيان هذا الأمر حتى نعلمه جيدا ينبغي لنا أن نتعرف على معنى البدعة فقال العلماء البدعة لغة هي ما أحدث على غير مثال سابق البدعة لغة هي ما أحدث على غير مثال سابق والبدعة في الاصطلاح يعني عند العلماء عند أهل الشر هي المحدث الذي لم ينص عليه في القرآن ولا في الحديث المحدث الذي لم ينص عليه لا في القرآن ولا في الحديث وليعلم أيها الأحبة أن البدعة قسمان البدعة ضربان بدعة هدى وبدعة ضلالة وتسمى سنة حسنة وسنة ضلالة فالعلماء أخذوا من أين أخذوا هذا التقسيم؟ أخذوا هذا التقسيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير من عبد الله البجلي رضي الله عنه فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء فالعلماء لما قسموا البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة استنباطا من هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فقد يقول قائل أو بعض الذين يشويشون على الناس يقولون النبي هذا الحديث معناه أي من سن في حياتي نقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من سن في حياتي سنة حسنة بل قال من سن في الإسلام والإسلام باقن إلى يوم القيامة قال من سن في الإسلام ولم يقل من سن في حياتي من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء وكذلك أيضا ورد في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد ما ليس منه فمعناه ما أحدث وهو مندرج تحت قاعدة من قواعد الدين فهذا من الدين وليس مرضوض لذلك قال ما ليس منه فهو رد وقال أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرضوض على صاحبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك الواحد منا ليس لمجرد يعني قول بدعة معناها أنها تكون ضلالة إذا قالوا مثلا أحيانا يقولون لك النبي قال وكل بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نقول لهم لفظ كل هنا هذا الحديث كما قال النووي وغيره هذا لفظ من ألفاظ العموم ولكنه مخصوص بالحديث الذي ذكرناه قبل من أحدث في أمرنا ما ليس منه يبقى إذن لفظ كلمة كل هنا يعني بمعنى الأغلب أي أغلب البدع تكون من هذا النوع الذي هو نوع الضلالة أي يعني أغلب الأمور التي أحدثت تكون من هذا النوع الثاني كما قال الله تعالى عن الريح التي دمرت كل شيء قال تدمر كل شيء بأمر ربها فالناظر يجد أنها ما دمرت السماوات وما دمرت بعض الأشياء على الأرض يعني دمرت أغلب الأشياء كذلك وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يعني أغلب الأمور المحدثة ليس بمعنى كل شيء فهذا لفظ عام ولكنه مخصوص بالحديث الذي ذكرناه من أحدث في أمرنا ما ليس منه يعني ليس مندرجا تحت قاعدة من قواعد الدين فهو رد أي مردود على صاحبه فالعلماء قالوا لذلك الشافعي كما نقل البيهقي في كتابه مناقب الشافعي أن الشافعي قسم البدعة إلى بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلالة بدعة هدى وهي المحدث الذي يوافق القرآن أو الحديث أو القرآن أو الحديث أو الأثر أو الإجماع وبدعة ضلالة وهي المحدث الذي لم يوافق القرآن ولا الحديث ولا الأثر ولا الإجماع هذا هو الفرق بين بدعة الهدى وبدعة الضلالة طيب قد يسأل سائل هل هناك دليل هل هناك أدلة على وجود البدعة الحسنة من فعل الصحابة وغيرهم معنا اتصال أهلا وسلام السلام عليكم وعليكم السلام دلوقتي عادي أسأل حضرتك عادي أسأل حضرتك هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيحتفظ بيوم ميلاد ستنا فاطمة يعني بيوم ميلاد يعني أولاده وكان يعني نساء المؤمنين كانوا بيحتفلوا بيوم ميلاد سيدنا محمد لأن في الموضوع دا احنا يعني في جدل جامل جدا يعني أنا ما بجيبش حلاوة المولد للعيال وما بجيبش الحاجات دي فعايز أعرف ان شاء الله تعالى حضرك بس خليكي معنا بالله عليك يعني قولي كده يعني ببساطة الموضوع دا في جدل جامل جدا يعني سيدنا محمد كان بيقول ما فيش جروع يعني العيد الفطر والعيد الأضحى ما فيش أعيات تانية حضرتك لو بيتي معنا لأخر الحلقة ان شاء الله هتلاقي كل الإجابة على السؤال اللي حضرتك عايزاه وهي الحلقة مخصصة لهذا الأمر ان شاء الله فنكمل فان شاء الله الأختم يوسف خليكي معنا لأخر الحلقة ان شاء الله تغضي الإجابة على السؤال لحضرتك الذكرتي وهي الحلقة مخصصة لبيان هذا الأمر ومشروعية الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك بدأنا بمقدمة تعريف معنا البدعة لأنه كثير من الناس من مجرد مولود الاحتفال يقول لك بدعة أو بدعة ضلالة أو شرك ونحو ذلك فإحنا بدأنا بهذه المقدمة وبتعريف البدعة ونذكر أمثلة عليها ليتضح لنا الدليل فذكرنا فقلنا هل هناك يعني لو بحثنا هل هناك دليل من القرآن على وجود البدعة الحسنة نعم يوجد في القرآن الله سبحانه وتعالى قال في أتباع سيدنا عيسى المسيح عليه السلام الذين آمنوا به واتبعوه وأسلموا معه وآمنوا به إيمانا كاملا قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله ورهبانية بتدعوها فالله امتدح فعل أولئك المؤمنين الذين آمنوا بسيدنا عيسى المسيح عليه السلام آمنوا به بأنه نبي الله بأنه عبد الله ورسوله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى كما أرسل سائر النبيين والمرسلين آمنوا به واتبعوه اتباعا كاملا وهؤلاء زيادة في الطاعة زيادة في الطاعة ابتدعوا الرهبانية وهي الانقطاع عن الشهوات الانقطاع عن الزواج والاسترسال في الشهوات والملذات وبنوا بعض الأمنية الخفيفة ناحية الجبال ونحو ذلك ثم تفرغوا فيها لطاعة الله سبحانه وتعالى ولعبادة الله سبحانه وتعالى فالله امتدحهم على هذا الفعل فقال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني هم فعلوا ذلك لم ينص لهم في الإنجيل الأصلي أن يفعلوا ذلك ولم يحرموا على أنفسهم النكاح بل انقطعوا عن الشهوات انقطعوا عن الزواج انقطعوا عن بعض المباحات زيادة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات فهذا دليل من القرآن فلو كان فعلهم هذا ليس صحيحا أو حراما أو أنه مذموم لحذرنا الله من ذلك وحذرنا من أن نفعل مثل ما فعلوا كذلك أيضا من البدع الحسنة التي ابتدعها المسلمون من زمن الصحابة مثلا عندنا تنقيط المصحف أولا المصحف لم يكن مجمعا كما هو الآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأول جمع للمصحف كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم الجمع الثاني للمصحف كان في عهد الخليفة سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما عمل خمسة مصاحف أو ستة مصاحف وأرسلها إلى الأمصار جمعها في مصحف واحد ولما جمعوا هذا المصحف لم يكن منقطا يعني الباء لم يكن تحتها نقطة التاء لم يكن فوقها نقطتان والثاء لم يكن فوقها ثلاث وهكذا فلم يكن المصحف منقطا زمن سيدنا أبا بكر ولا زمن رسول الله ولا زمن عمر ولا زمن عثمان وكذلك لم يكن المصحف مشكلا يعني الفتحات والضمات والكسرات ونحو ذلك هذا ما كان على عهد لم يكن على عهد الصحابة لم يكن على عهد الصحابة رضوان الله عليهم بل هلو 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 الشيخ أحمد سلام عليكم وعليكم السلام خالده الشيخ أحمد معاك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك الشيخ أحمد الله يكلم كنت بسهل بسه الشيخ أحمد هو اللي بيسيول للنبي صلى الله عليه وسلم ينفع الواحد يرد عليه مع الفيسبوك ولا يتجاهله بس حاضر إن شاء الله فالذي يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام نحن ينبغي علينا أن نبين صورة النبي عليه الصلاة والسلام وأن نظهر محاسن النبي وأن نظهر شمائل النبي وأن نظهر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد مننا له مكانه فلان يستطيع أن يرد بالبيان وفلان يستطيع أن يرد بالكتابة وفلان يستطيع أن يفعل شيئا حقيقيا على أرض الواقع من مساعدة الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك فكل واحد له موقعه الأمر ليس بالسباب ولا بالشتم ونحو ذلك بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الأخلاق هو الذي علمنا كيف نظهر محبته للناس كيف نظهر عظمته للناس صلى الله عليه وسلم فنعود إلى ما كنا نقول فالصحابة لم يكن المصحف منقطا ولا مشكلا على عهد أبي بك ولا عمر ولا عثمان بل لما جمعوا المصحف جمعوه كما هو بدون تنقيد بدون تشكيل وأول من نقط المصاحف كما ذكر أبو داود في كتاب المصاحف أول من نقط المصاحف هو التابعي الجليل يحيى بن يعمر أو يحيى بن يعمر كلاهما صحيح هذا التابعي الجليل هو أول من نقط المصاحف وأبو الأسود الدؤلي هو من شكل المصحف يعني وضع الشدات والفتحات والضمات ونحو ذلك فهذا ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهل يقول قائل أن هذا بدعة ضلالة لا يقول أحد ذلك بل هذا مما يحتاج إليه هذا داخل تحت البدعة الحسنة كذلك المحاريب التي في المساجد هذه ما كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المآذن ما كانت في زمن النبي ولا في زمن الخلفاء أبي بك وعمر وعثمان وعلي بل أول من أحدث المحاريب والمآذن أحدثت في زمن الخليفة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كذلك اجتماع الناس في صلاة التراويح في رمضان هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله مرة فالنبي لم يجمع الصحابة على هذه الصلاة ولا كانت في زمن أبي بك رضي الله عنه ولا في أول خلافة عمر ولكن سيدنا عمر لما دخل المسجد في خلافته ووجد الناس متفرقون يصلي الرجل بصلاة الرجل ويصلي الاثنان وهكذا فنظر سيدنا عمر وقال ماذا لو جمعتهم على إمام واحد فجمعهم على سيدنا أبي بن كعب ثم لما دخل المسجد في اليوم التالي ووجدهم أنهم اجتمعوا جميعهم اجتمعوا على إمام واحد وهو سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه فاجتمعوا خلفه ووقفوا خلفه فنظر إليهم وقال نعم البدعة هذه وفي رواية في الرواية التي رواها الإمام مالك في الموطأ والبيهقي قال نعمة البدعة هذه هذا دليل على أن من البدع ما هو بدعة حسنة كذلك أيضا الأذان الثاني يوم الجمعة ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل أول من أحدثه أو الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي زاد أذانا ثانيا يوم الجمعة والأدلة على ذلك كثيرة لو بحثنا لو وجدنا كثير مئات من الأمثلة على وجود البدعة الحسنة التي اتدعها العلماء ولم ينكروها وكذلك من البدع الحسنة من البدع الحسنة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأول من أحدث ذلك هو الملك المظفر ملك إربل أبو سعيد كوكبري كان في القرن السابع قال عنه ابن كثير غير قالوا هو كان من الملوك الأمجاد والأمراء الأجواد هو أول من أحدث عمل المولد النبوي الشريف وماذا يعني عمل المولد يعني جمع الناس لذلك جمع الناس الناس كانوا يجتمعون جمع العلماء جمع الحفاظ جمع المنشدين الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم في يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام ثم ألف له ابن دحية الكلبي ألف له رسالة في مولد النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يقرؤون شيئا من القرآن كانوا يقرؤون صفات النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون شمائله يذكرون الأشعار مدحا فيه صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه أحد من العلماء ذلك بل امتدحوا فعله بل امتدحوا فعله وهذا فيه رد على الذين يقولون إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو بدعة فاطمية ابتدعها الفاطميون لا أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعني جمع الناس لذلك هو الملك المظفر ملك إربل أبو سعيد كوكبري وكان من الملوك والأمراء الأجواد كان كثير الجود كان ينفق المال الكثير في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك لما عمل ذلك وتتابع العلماء بعد ذلك وألفوا المؤلفات الحافظ بن ديحية الكلبي ألف رسالة في ذلك الحافظ ابن حجري العسقلاني الحافظ السخوي الحافظ الصيوطي له رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد حسن المقصد في عمل المولد وغيرهم كثير مفتي مصر الشيخ محمد بخيط المطيع وغيرهم من علماء الأرض كثير يعني الحمد لله عندنا يعني من الأدلة الكثير الكثير يعني أنا جمعت أكثر من ثلاثمائة عالم ممن أجازوا الاحتفال وعمل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إجماع هذا إجماع من الأمة على جواز الاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم لذلك الحافظ الصيوطي الحافظ الصيوطي لما في رسالته حسن المقصد في عمل المولد ذكر أن العلماء قد استنبطوا لذلك أدلة يعني هذا العمل أولا لو نظرنا ماذا يعمل في المولد النبوي الشريف وفي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أولا قراءة القرآن يعني يبدأ الاحتفال بقراءة القرآن والله أمرنا بقراءة القرآن أمرنا أن نكثر من قراءة القرآن أمرنا بذلك ماذا يعمل نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أمرنا بذلك في القرآن فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كذلك أيضا ماذا يعمل في المولد ذكر صفات النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين الذين معنا اتصال وعليكم السلام أهلا وسهلا معك حسن محمد من أطيون أهلا وسهلا ومرحبا عايزين نشوف حكم أو نرد على من أكل احتفال بمرة مبي بدعة نحن نتكلم الآن فتابع معنا أستاذ حسن إن شاء الله يعني تجد الأدلة التي يعني تعينك في ذلك بإذن الله فالله مدح المؤمنين الذين يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه معنا وعزروه أي ومدحوه معنا وعزروه أي وعظموه صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن الكريم بأيام الله فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأي نعمة أعظم من نعمة إرسال هذا النبي العظيم وأي نعمة أكبر من نعمة أن بعث الله إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتراف بفضل الله اعتراف برحمة الله تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن معظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب رسول الله أكثر من محبتنا لأنفسنا وأكثر من محبتنا لآبائنا وأكثر من محبتنا لأمهاتنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل واحد منا من نفسه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يوم القيامة يوم الحصرة والندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كل واحد منا يقول نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي هو صلى الله عليه وسلم يقف فيما يعني فيما يلي عند طرف الصراط فيما يلي النار عند الجنة يقف وينظر إلى من مر عليه إلى من يمر عليه من أمته ويقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كما ورد في الأثر الذي رواه أبو داود ذات مرة سمع الصحابة يتحدثون فيما بينهم سمع الصحابة يتحدثون فيما بينهم فقال قائلهم أفلا ترون إلى العجب لقد اتخذ الله من البشر خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال الآخر أفلا ترون إلى العجب لقد كلم الله موسى تكليما ومعنى كلم الله موسى تكليما يعني أسمعه كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة والله يتكلم لا ككلامنا نحن نتكلم بالحروف والآلات والأصوات أما الله ليس كمثله شيء وقال الثالث أفلا ترون إلى العجب عيسى من روح الله ومعنى من روح الله يعني معناه أن روح عيسى عليه السلام روح عيسى عليه السلام هي روح كريم مشرف عند الله سبحانه وتعالى فخرج عليهم القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم فقال لهم أما وإني قد سمعت ما قلتم فإن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وإن موسى كريم الله وهو كذلك وإن عيسى من روح الله ألا وإني محمد حبيب الله ولا فخر أي لا أقول ذلك افتخارا إنما أقول ذلك تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى ألا وإني محمد حبيب الله ولا فخر ألا وإني أول شافع وأول مشفع ألا وإني أول من ينشق عنه الأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ألا وإني بيدي لواء الحمد يوم القيامة آدم فمن سواه من النبيين تحت لوائي ألا وإني أول شافع وأول مشفع ألا وإني أول من يحرق حلق الجنة فيقول الخازن من فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك هذا نبينا يعرفنا شيئا من فضله في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم الحمد لله أننا من أتباع هذا النبي العظيم الحمد لله أننا من أتباع نبي شهد له أناس من غير دينه قالت قتيلة بن الحارث يوم أن قتل المسلمون أخاها النظر يوم بدر قالت وهي تخاطب رسول الله أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو من أنت ولربما من الكريم وهو المغيظ المحنق وقال آخر شاعر اللبناني كان يلقب بالشاعر القروي وهو من غير المسلمين قال عيد البرية عيد المولد النبوي في المشرقين والمغربين له دوي إذا ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي من كان على غير دينه يقول هذا الكلام فلتسمع الدنيا كلها فليسمع كل الناس إلى الذين يسيئون إلى أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هذا النبي العظيم هذا النبي الرحيم هذا النبي الرؤوف هذا النبي لو نظرنا كيف كان الحال في العالم كيف كان الحال في مكة قبل ولادة النبي وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان القوي يأكل الضعيف كانوا عبارة عن قبائل متنافرين متناحرين متقاتلين فولد النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولد النبي نوره صلى الله عليه وسلم غير وجه الكون تغير وجه الكون بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عبارة عن قبائل متنافرين متناحرين متقاتلين القوي يأكل الضعيف كانوا يعني كان وصل بهم الحال إلى أنهم كانوا يئدون البنات في الطراب وهي حية وهي على قيد الحياة يئدون البنت في الطراب حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء النعمة العظمى صلوات ربي وتسليماته عليه فغير وجه الكون تحول هؤلاء الناس الذين كانوا متقاتلين متناحرين متنافرين تحولوا بنعمة الله وبفضل الله صاروا إخوانا متحابين في الله معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام كل السلام حضرين طيب والأخوة المسلمين جميعا بخير ربك يا جميع العالم الحالة جميلة طبعا وحنا في أيام جميلة جدا وقت مو chatcharged الله حتى الله أتمنى أن الحلقة دا تسترجم في جميع لغات العالم شاء الله ترام تسترجم بجميع لغات العالم وتدعى على جميع القناة الفضاية والعالمية على الفيشبك وعلى جميع وسائل الجش пойдir بحيث أن أعرف الناس لفرنت من هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الناس عائزة بفضل الله وبرشة رسول الله عرف فقل الإنسان الجاهل الإنسان محاذى وليس يعتدار من مقبول لجميع المسلمين سيدنا محمد ونبي الرحمة صحابة رسول الله بمليار واحد صلى الله عليه وسلم نظهر ذلك لا مقرور ولا فرانسة يقدر ولا لي الحق صلى الله على سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بولادته تحول الناس الذين كانوا متناحرين متنافرين متقاتلين تحولوا بنعمة الله وبنعمة الإسلام العظيم وباتباع نهج النبي الكريم تحولوا إلى إخوانا متعاونين كانوا كالجسد الواحد صاروا كالجسد الواحد صاروا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا صدق الله حيث قال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رسول الله محمد حبيب الله محمد هو رسول الله هو حبيب الله حياتنا حب محمد محمد حبك يجمعنا نور الدنيا هدي محمد محمد نوره الهادي من الظلم محمد صلى الله عليه وسلم هو رسولنا محمد حبك يجمعنا غوثاه رسول الله يوم القيامة كل الناس الناس تأتي يستغيثون بآدم فيقول لست لها يعني معناه لست صاحب هذه الشفاعة فيأتون إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى وسيدنا عيسى يقول لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لهم أنا لها أنا لها سيدنا محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبك يا رسول الله نحبك أكثر من حبنا لأنفسنا أكثر من حبنا لأبنائنا لذلك صدق من قال إني أحب محمدا إني أحب محمدا وبحبه أرجو من الرحمن حسن جزائه إني أحب محمدا وبحبه قلبي تملى السعد في سودائه والله والله ما شمس على جبل بدت أحلى من الهادي على قصوائه بدر بدر وما بدر بحلة ليلة من سيدي متدثرا بعبائه فالشمس أحلى أن تنير بحيه والبدر أحلى إن سرى بسمائه محمد أجمل الأكوان في نظر مهما تجملت الدنيا لرأيها محمد أجمل الأكوان في نظر مهما تجملت الدنيا لرأيها محمد كفه رواء أفئدة عطشة لكنه في يوم الروع حاميها لكنه في يوم الروع حاميها هو الشجاع الذي يحمي كتيبته يوم الكتائب تحمي حصن واليها صلى الله عليه وسلم هذا نبينا هذا حبيبنا محمد حبيب الله محمد رسول الله محمد الذي ما أقسم الله بحياة أحد من البشر ما أقسم بحياة جبريل ولا بحياة ميكائيل ولا بحياة إسرافيل ولا بحياة أزرائيل ولا بحياة آدم ولا بحياة نوح ولا بحياة إبراهيم ولا بحياة موسى ولا عيسى ما أقسم بحياة أحد إلا بحياة سيدنا محمد فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي وحياتك يا محمد الله يقسم بحياة سيدنا محمد لأن قلب سيدنا محمد حوى من تعظيم الله وحوى من خشية الله ما لم يحوه قلب امرئ قط حوى من تعظيم الله ومن خشية الله ما لم يحوه قلب امرئ قط صلى الله عليه وسلم نبي الله حبيب الله بل لو نظرنا إلى محبة الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا زيد بن الدثنة هذا سيدنا زيد لما قدم للقتل لما أرادوا أن يقتلوه فقال له قائلهم أتحب أن تكون سالما بين أهلك ومحمد مكانك يقتل مكانك فقال لهم والله لا أحب أن أكون سالما في أهلي ومحمد في المكان الذي هو فيه يشاك بشوكة في قدمه صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابية التي استقبلت في غزوة أحد لما ألم بالمسلمين ألم بالمسلمين أمر عظيم وأشيع أن النبي قد قتل في هذه المعركة وحصل اضطراب عظيم فإذا بامرأة تستقبل بزوجها يقولون لها زوجك قد مات تقول لهم ماذا فعل رسول الله وتستقبل بأخيها فتقول لهم ماذا فعل رسول الله وتستقبل ببنيها تقول ماذا فعل رسول الله استقبلت بأبيها وبأخيها وبزوجها وبولدها وهي تقول لهم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون لها هو بخير فتقول حتى أراه فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أمسكت بطرف ثوبه وقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله لو مات زوجي لو مات أبي لو مات أخي لو مات ولدي كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نبينا هذا حبيبنا هذا رسولنا صلوات ربي وتسليماته عليه الرحمة المهداة مرة كان يسير مع أصحابه كان يسير مع أصحابه لتعرفوا أن رحمته شملت البشر والحجر والشجر والمدر صلى الله عليه وسلم مرة كان يسير مع أصحابه وهم في الطريق فإذا بجمل يثنى عليه ببعير يعني يحمل عليه يضعون عليه الأشياء فهذا الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جرجرة يعني أصدر صوتا أصدر صوتا فهذا الجمل لما أصدر هذا الصوت كأنه ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي إليه إلى هذا الجمل ووقف عنده فإذا بهذا البعير يضع مقدم عنقه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ويهمس بكلمات في أذن النبي وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يهمس بكلمات في أذن النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا إلى الرحمة المهداة نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه فقال من رب هذا الجمل يعني من صاحب هذا الجمل فذكروا له أن هذا الجمل هو لغلام أيتام من الأنصار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعوني هذا الجمل فقالوا له لا نبيعه لك يا رسول الله بل نهبه لك فقال لهم أوى ما قد ذكرتم من أمره فأحسنوا إليه الله أكبر قال أحسنوا إليه فإنه قد شكى إلي أنكم تدئبونه أي تتعبونه تحملون عليه كثيرا ولا تطعمونه إلا قليلا صدق من سماك الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم هو رسول الله هو حبيب الله فلذلك يا من أسأت برسم في مشفعنا شلت شلت مدى الأزمان يمناك إن الرسول لنور الكون أجمعه صلى الله عليه وسلم إن الرسول لنور الكون النبي عليه الصلاة والسلام هو حبيب الله هو رسول الله هو حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه ذات مرة كان جالسا مع أصحابه وقال يعني شوقا لأحبابي فقال الصحابة أولسنا أحبابك يا رسول الله فقال أنتم أصحابي وننتبه لأن كثير من الناس لما يذكرون هذه الرواية يقولون قال لا لا هو ما قال لا بل قال أنتم أصحابي أما أحبابي هم أناس يأتون من بعدي يود أحدهم ألو رآني بنفسه وماله وولده وددنا شوقا قال صلى الله عليه وسلم اشتقت لأحبابي وددنا أن لو رأينا أحبابنا تخيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يا أخي تخيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إني مشتاق إليك تخيل ورسول الله يقول لك إني مشتاق إليك فيا أيها الأحبة علقوا نفوسكم وعلقوا قلوبكم بمحبة هذا النبي العظيم فمحبته تنفعنا في الدنيا والآخرة هو الذي قال صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم قال فإذا أنا ميت عرضت علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم فاستغفاره منه لأمته صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله هو نفع منه لأمته صلى الله عليه وسلم ولو نظرتم معي أيها الأحبة مرة اسمعوا إلى هذه القصة وفيها ما فيها يعني من عظيم محبة النبي ورأفة النبي بأصحابه صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي لا يرى دخل وسأل أين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له ها هو فقال يا رسول الله لقد شق علي ذهاب بصري فادعوا الله لي قال يا رسول الله لقد شق علي ذهاب بصري فادعوا الله لي أن يرد إلي بصري فالنبي قال له إن شئت صبرت ولك الجنة فقال يا رسول الله ليس لي من قائد يقودني ونحو ذلك وذكر حاجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظروا إلى النبي الكريم علمه ماذا يصنع علمه ماذا يعمل فقال صلى الله عليه وسلم قال له ائت الميضأة توضأ وضوءك للصلاة ثم قل ثم صل ركعتين ثم قل هذا الدعاء النبي ما دعا له النبي علمه بما يدعو فقال له توضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي قال له واذكر حاجتك يقول راوي الحديث عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا ولا طالبنا المجلس إلا وقد دخل علينا الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط فيا فيا من أظمت عليك الدنيا اسمع يا من تكالبت عليك الهموم يا من تكالبت عليك القروب يا من اجتمعت عليك القروب اسمع إلى حبيب الله قال له توضى وضوءك للصلاة ثم صل ركعتين وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي قال له واذكر حاجتك يقول الراوي والله ما تفرقنا ولا طالبنا المجلس إلا وقد دخل علينا الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط فيا أيها الأحبة يا أيها المسلمون في كل الأرض أظهروا البهجة والفرح والسرور بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أظهروا شمائله للناس في ظل تكالب الأعداء وفي ظل تطاول الأقزام على مقام سيد الأهل الأرض والسماء أظهروا للناس محاسنه أظهروا للناس شمائله أظهروا للناس صفاته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلى الله عليه وسلم أظهروها للناس لنتمثل بها جميعا وكل عام وأنتم بخير أعاد الله علينا وعليكم هذه الذكرى بالأمن والأمان والسلامة والإسلام ونتقدم إليكم جميعا وإلى الأمة الإسلامية بخالص الدعاء والمحبة والشكر والتقدير بهذه المناسبة العظيمة كما أنني أتقدم إلى الأخت المذيعة شيماء الشاعر التي كانت من المطلوب أن تكون معنا اليوم خفف الله عنها ولطف بها وجزى الله كل من ساهم في إعداد هذا البرنامج جزاه الله عنا كل خير أقول لكم جميعا كل عام وأنتم بخير واحتفلوا بميلاد سيد الخلق وأفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا معارضة في ذلك من ناحية الشرع بل هذا أمر مستحسن استحسنه العلماء فأظهروا الفرح والسرور بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله